اهلا بكم متابعين قناة ميديا تو باي من راقصة في ملها ليلي إلى ألمع مجوم السينما إليكم أهم المحطات والمعلومات الفنية والشخصية عن الفنانة هياتم ووصيتها الغريبة قبل الموت فتابعوا المشاهدة حتى النهاية تنحدر الفنانة هياتم من محافظة الإسكندرية في مصر وتاريخ ميلادها في الواحد والثلاثين من ديسمبر كانن الأول عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعون كانت تعمل في بدايات حياتها كراقصة في الملاهي الليلية والمناسبات الشعبية قبل أن تتم العقد الثاني من عمرها فيما بعد سفرت إلى العاصمة المصرية القاهرة وهناك صارت تعمل في كازينهات شارع الهرم ويقال إن اسمها الحقيقية سهير محمد حسن ويذكر أن وكيل الفنانين قام بتسكيتها للظهور كراقصة في حفل العندليب الأسمر الفنان عبد الحليم حافظ احتفالا بمناسبة أعياد الربيع عام 1970 الانطلاقة في مجال الفن أول ظهور سينمائي للفنانة هياتم كان عن طريق فيلم ليلة حب أخيرة إلى جانب الفنان صلاح قابيل ونبيلة عبيد وعماد حمدي وذلك في عام 1972 ولاقت مشاركتها فيه النجاح لتنهال عليها العروضة بما فيها أدوار الإغراء التي لم تشعر بالندم على تقديمها حيث كثيرا ما جسدت دور الزوجة الخائنة والسيدة التي تغري الرجال وتلعب بعواطفهم ويستهويها الرجل المتزوج ويشار إلى أن مشاركات هياتم لم تنحصر بالسينما وإنما ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية بشخصيات مختلفة أبرز أعمالها الفنية من الأعمال الدرامية التي شاركت بها ساحرة الجنوب، الدوامة، ستات قادرة، عرفة البحر، نظرية الجوافة، الشكو كما شاركت بعدة أفلام سينمائية مثل يجعل عامر، كنبر حبنا، مجنون أميرة، احكي يا شهر زادو، زيارة السيد الرئيسي والعديد من الأفلام الجانب العاطفي من حياتها مرت الفنانة هياتم بثلاث تجارب زواج خلال حياتها الأولى كان زواجا تقليديا عن طريق أسرتها التي رتبت له لكنها انتهت بالانفصال ثم تزوجت من محمود الخواجة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكن علاقتهما كانت قصيرة وانتهت بالطلاق وسبق وتقدم لها رجل ثري ورجال بمناصب مهمة لكنها لم تفصح عن شخصياتهم إلا أنها رفضتهم حيث قالت في إحدى اللقاءات أنها تلقت عرض زواج مع هدية قصر في سويسرا لكنها لم تقبل بهما والسبب أن الشرط كان أن تترك الفن المجال الذي تعشقه لدرجة الجنون وتعتبره من أهم الأمور في حياتها وكشفت أنها لم تشعر بالندم كونها لم تنجب والسبب أنها كانت تعتبر أبناء إخوتها مثل أولادها وليس لديها عقدة نقص حيال هذا الموضوع حيث قالت كنت رافضة للإنجاب لأني أشعر أنني سأظلم الطفل ولن أستطيع تربيته بسبب انشغالي بالتمثيل وفاتها ووصيتها الأخيرة أصيبت الفنانة هياتم بمرض سرطان القولوني وبسببه فقدت الكثير من وزنها وارتفعت درجة حرارتها بشكل كبير لتتوفى في ظهر يوم الجمع الموافق لام السابع والعشرين من تموز يوليو عام 2018 وكشفت عن وصيتها قبل الموت وهي أن لا يذاع خبر وفاتها ولا يعلم به أحد حتى يتم دفنها وهذا بالفعل ما حصل وشكل رحيلها صدمة لدى محبيها اشتركوا في القناة